يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على إنحاء قطاع غزة لليوم الثامن وسبعين بعد المائتين على التوالي مع استمرار ارتكابه للمجازر والجرائم بحق الفلسطينيين وفي هذا الإطار أعلنت السلطات الصحية ارتفاع حصيل الضحايل عدوان إلى 38295 شهيدا و88241 مصابا مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت أربع مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 52 شهيدا و288 مصابين دخل الشهر العاشر إذن من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولا زالت سماء غزة ملبدة بطائرة الاحتلال تقصف هنا وتمحو أحياء هناك ليصبح كل شبر من أرض غزة شاهدا على مجزرة مروعة لن تستطيع الذاكرة الإنسانية نسيانها ففي شمال القطاع وتحديدا في حي الصبر جنوب مدينة غزة كانت مصرحا لمجزرة جديدة باتت شاخصة في القصف العنيف المتواصل بالتوازي مع استهداف المربعات السكنية وتعمد تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم ومراكز الإيواء ليعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقيه العشرات من النداءات الاستغاسية الإنسانية من المدينة مشيرا إلى عدم قدرة طواقمه الإسعافية على الوصول إليها بسبب خطورة المناطق المستهدفة وكسافة القصف هناك وفي الشمال أيضا ولكن من منطقة الشجاعية لا زال الوضع كما هو آليات عسكرية منتشرة في أنحاء المنطقة مع تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية بالتزامن مع انتشار القناصين على أسطح البنايات وتحليق طائرات كواد بدون طيار التي تطلق النار على كل متحرك هناك ومن الشمال إلى الوسط الوضع لم يتغير كثيرا ففي منطقتين المغراق والزهراء شمال مخيم النصيرات وفي جنوب غرب الدير البلح نسفت قوات الاحتلال مباني السكنية على رؤوس ساكنها بينما أطلقت آليات الاحتلال النار على الآمنين في الشوارع وفي جنوب القطاع المأزوم تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية بالتزامن مع كسافة نيرانية من مدفعية الاحتلال وغطاء من الغارات الجوية على مناطق متفرقة لتأتي تلك التطورات بعد ساعات من مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال بمحيط مدرسة في عبسان الكبيرة شرق خان يونس مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات وفقد الكثير تحت أنقاض ما تبقى من البنايات عدوان لم يتوقف يوما ولم يتوقف معه هدير المدافع وزخات الرصاص التي ترهب صغير الغزيين قبل كبيرهم بالتوازي مع إصدار أوامر تهجير وتنفيذ لاكتياحات برية واسعة يتخللها قصف عشوائي وسط حصار وتجويع وتدهور إنساني غير مسبوقة موسيقى